أهلاً أهلاً صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير على حسب الوقت اللي تشوفون في الفيديو تراث الأحصاء زاخر وغني بالأكلات التراثية الأحصائية الشعبية العصيلة ومن أهم الأكلات في الأحصاء هالطيبة العصيلة الحساوية بالتمر اللي لا قبلها ولا بعدها من الصبح عند شيبان وأباءنا الطيبين يقعدون عليها ويأكلون منها ويتغذون عليها طبعاً غنية بالفيتامينات غنية بالمعادن الشي قمة في اللذاذة يدفي حمل الشتاء جداً ممتازة يعني دائماً نستهلك العصيدة الحساوية في الشتاء أكثر من باقي الأوقات وقدامنا نواكل في هالعصيدة ومع الفلفل الأسود يعطي لذاذة وجو ثاني لللي قاعد يدوق طبعاً حاولت أني أوقف وما كنت بصور عينها قلت ملعقة ملعقتين لا نص الصحن راحل هنا وعليكم بالعافية طبعاً قاعد ناكل عينكم يعني وللطلباتها أيضاً الآن متاحة عندي لللي بيدوق وجارب العصيدة الحساوية بالتمر مو بالدبس كون اللي هو التمر هو الأساس في الأحساء للعصيدة مو الدبس الدبس يعني استحدث بعد التمر ما عنا كله من التمر لكن التمر هو الأساس أخليكم وأعتذر منكم على أني قاعد أشهيكم لهالعصيدة ولطقاعد أخليكم تدقونها في أمان الله